بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله والذين آمنوا وآمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم فشدت الوثاق فشدت الوثاق فإما منا بعد وإما فذاء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر بالنوم ولكن ليذلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة والذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مستوعا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينك من رب ذي كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارهم من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لبة للشاعبين وأنهار من عسل مصفة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب ذم كمن وخالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون فإذا إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له فألعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم أولود الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كريوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تعفتهم الملائكة أولئك يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ربوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينا كهم فنعرفتهم بسيماهم ونتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تبينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بلا تبينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إنfoundروا و scenario إنما ولهجاد أ Mesofーチ إنما الحياة الدنيا لعب ولهجاد انخفر الله إنما إنسألكم أموالكم إنما قادلواUN إنماНеآتكم أموالكم إنماسألكم أنروا إنما يسألكموها فيحفقم وأموالكم وبيحفقم تذخلوا وإخرج أضعانكم ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستهدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله